ولكن النهاردة يوم مختلف لطلاب الثانوية العامة عشان النهاردة بقى أغلب البيوت المصرية الطلاب الثانوية العامة حيستكملوا امتحاناتهم إن شاء الله النهاردة بعد ساعة تحديداً هيؤدوا امتحان اللغة العربية طبعاً بنتمنى للجميع كل التوفيق في الامتحان النهاردة وأهم حاجة بقى كده شوية نصايح اللي طبعاً هيلحقنا قبل ما ينزل دلوقتي بسرعة وينزلوا بسرعة دلوقتي علشان خاطر امتحان الساعة التسعة فمش عايزاكوا تروحوا متأخر لازم تروحوا قبل الامتحان بحوالي نص ساعة علشان تبدأوا في الإجراءات وتاخدوا الأجواء بتاعت الامتحان وأهم حاجة إن انتوا وانتوا بتحلوا الامتحان إنك انتوا تبعدوا عن التوتر نهائي كل واحد فيكو كده يهدى تماماً اللي حافظ آية قرآنية أو آية حافظ آية حاجة ليه بشكل معين ذكر معين يبدأ كده يهدى ويقرابنه بالنفسه ويبدأ إنه هو بقى يجاوب على الأسئلة وما يتسرعش فيه الإجابة على السؤال كمان إنه هو يبدأ يعني يأكل الوجبات اللي مهمة جداً للتركيز يفطر كويس جداً جداً خاصةً الحاجات اللي بتساعد على التركيز يفطر بطين مسلوقين يفطر عصير أو لبن يبعد تماماً طبعاً عن الحاجات اللي هي لها علاقة بالسكريات لإن السكريات أو إنه يأكل وجبات تقيلة لإنه الوجبات التقيلة ممكن طبعاً تعمله تخمة كده على الصبح ما يبقاش عارف يجاوب كمان فيه كتير جداً بيفضل إنه هو يراجع الأسئلة أو يراجع المنهج قبل ما يدخل الامتحان ده مش بننصح به تماماً وده بيسبب التوتر وإرهاق عقلي ليهم خلاص إنت رجعت المفروض آخر حاجة بالليل ونمت من 6 ل 8 ساعات ده مهم جداً ما ينفعش إن إحنا نصهر خالص أو إن إحنا نطبق قبل ما ندخل الامتحان لازم علينا ياخد راحة وإنك تبقى مستعد الامتحان وتبعد تماماً عن أي شيء ممكن يوترك حتى لو إنت حتراجع الامتحان أو المنهج مع زملائك كمان إنك إنت لازم تروح الامتحان زي ما إحنا قلنا قبل اللجنة ما تفتح بنص ساعة علشان تبدأ إنك إنت تأخد أو يعني أجواء الامتحانات وإنك إنت تشعر بالطمأنينة وإنك إنت تبدأ إنك إنت تركز وتقعد كده وتحضر أدواتك أهم حاجة إلا ما كيبقوا معاك تبقى عامل تشاك إن القلم شغال حشان التفاصيل الصغيرة دي بتوتر الطالب قبل ما يدخل الامتحان أو بتخليه أثناء الامتحان يتوتر في كل الأحوال اللي زاكر زاكر والعمل اللي عليه عمله أهم حاجة إنك إنت تبدأ بقى تقول كده بسم الله الرحمن الرحيم وتدخل الامتحان بتاعك بهدوء وبطمأنينة وإن شاء الله ربنا يكرم الجميع وفي الآخر هقول لكم نصيحة اللي ربنا كاتبه حيكون مدام أنت عملت اللي عليك دي أهم حاجة وربنا خلاص بعد كده هو هيكتب لك الطريق الصح اللي كنت عايزه